تأثرت العديد من محافظات كردستان العراق بأزمة شح المياه لسيما بعد أن قامت السلطات الإيرانية بقطع قسم كبير من مياه نهر الزاب الصغير الاستراتيجي عن طريق سد كولسة بمدينة سردشت في إيران قطع مياه نهر الزاب الصغير عمل على انخفاض مناسيب المياه بشكل واضح داخل قضاء قل عدزة في محافظة السليمانية بسبب تشغيل سد الكولسة الواقعة المتاخمة مع الحدود العراقية الإيرانية تم انخفاض منصوب الزاب الصغير حوالي 80 سنتيمتر مما أدى إلى تعطيل ضخ مياه من قبل مشروع مدينة قل عدزة قائم مقام قل عدزة أكد أن انخفاض مناسيب المياه في القضاء أثر بشكل كبير على العديد من مجالات الحياة في القضاء هذا الانخفاض في منصوب النهر أدى إلى إلحاق الضرر على مستويات الثلاثة المستوى البشري أدى إلى انقطاع المياه الشرف داخل مدينة قل عدزة على مستوى البيئة أدى إلى نفوق آلاف الأسماك بما أدى إلى ضرر كبير بتربية الأسماك والثروة السمكية في المنطقة وعلى مستوى الزراعة أدى هذا الانخفاض إلى صعوبة إرواء المزاري على طفتي النهر احتمالات استمرار الأزمة في قل عدزة دفعت مدير دائرة الماء هناك إلى مطالبة أهالي القضاء بالاقتصاد في مياه الشرب وخزنها بسبب انخفاض منصوب مياه الزاب الصغير جراء قطع المياه من قبل إيران طالبنا الأهالي الاقتصاد بالماء وخزنها لحين الانتهاء من الأزمة أهالي القضاء حملوا السلطات في كردستان العراق مسئولية أزمة المياه في القضاء حكومة كردستان تتحمل المسئولية لأنها لم تقوم ببناء سد أمام النهر لخزن المياه التي يحتاج إليها الإقليم ولا تجعلنا نحتاج لأحد وعلى ما يبدو فإن الحكومة تقف في صفوف المراقبين لما يحدث من أزمة حيث إنها لم تقدم على أي فعل من شأنه حل أزمة شح المياه وانخفاض مناسيب الأنهار في العراق